السلام عليكم ورحمة الله كديري المتتبعي قناة فلوغو تاوي البيتي شانيل كنتمنى ان شاء الله تكونوا باخير وعلى خير وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو اللي بغيت نديكم شوية الكوزينة شحر عدي مدرنا الشهيوات المهم اليوم كيف شفتم العنوان غدي نشارك معكم هاد الفاطائر اللي كيجي ورائع وخطير لا شكلا ولا مضاقا وهاد العجينة هادي يمكن لكم تعتمدوها في الفاطائر ديركم سواء كانوا حلوين او ملحين بدون لا دلك ولا عجن كنحصلوا على واحد العجينة سحرية قطنية كتعطينا واحد النتيجة روعة بزاف الفاطائر كيجي وروا طب بزاف كيف كتشوفونا كانت وهم ما كيتكسروش نهائيا الحوشوة اختيارية يمكن لكم تديروا اللي بغيتو او لا نعطيكم هاد اللي غنشارك معكم طبقها تهيكا جلدي ده بزاف ما نطوش عليكم احبابين دوزو دباء المقادير وطريقات التحضير بالنسبة للمقادير سوف نعبره دائما بكاست العنبه لدينا واحد الكاس ديال ماء دافئ واحد الكاس بحاله سوف نضيف حليب دافئ نضيف نصف كاس حليب كاس ونصف لنا في الاجمال مع كاس ديال الماء طريقة السهلة مهلة سوف نضيف واحد المعلقة كبيرة ديال السكر خميرة الخبز خميرة جابيسة من الأحسن ونحرر كهد العناصر هادية كما تشتروا بسرعة الخميرة كسب تتفاعل اخليه 1-5 دقيقة على جنة خلطها مزيان واغطت عليها كيس بلاستيكي باستيكي باستيكي ثم اختم العجين كما تشتروا سوف نضيف دافئ دقيقة لديه الكاس الأول لديه العنبه مملوء نحركه قليلا نضيف الملحة بالرغبة تقريبا واحد المعلقة صغيرة نضيف الكاس الثاني دقيقة العجين يجب أن تكون سائل الوثير للنجاح هذا الفطائر ونضيف دافئ الكاس الثالث لديه الملحة لا يحتاجون العجين ونحن نحاول أن نتخلص الكوائرات لا يبقى كثير نستعمل الوثير لكي نحكم في القوان بسم الله ونضيف دقيقة تدريجيا نحتاج إلى نقطة تقريبا ونصف تقريبا ن Hanukkah بحلس سفنج ونضيف عجين لتستعملون العجانة ولكن لدينا نحصل على العجن ونحصل على نقطة هذا القوان ونحصل على نقطة تقطع المقطع معلق زيت المائدة حتى نستطيع التحكم في العجين كيف تشاهدون خفيفات القوام سوف نقطع لها كيس بلاستيكي تخمر 1-5 ساعة المقنارة تضغيط تطلع ونحضر الحشوة تقطع المقلاء معلق زيت المائدة مقاطعة مربعات صغيرة نجعلها تدبع قليلا لأنها شفاف ثم تضيف الفلا في الألوان تقوم بقطع مربعات صغيرة يمكنكم تعتمدوا على لون واحد لحسب المتوفر عندكم أنا أريد أن يأتي الفطائر ملونين من الداخل وحتى أنها أكيد كل فلفلة والضوء نجعلهم يدبالوا قليلا لأنه باقي يكملوا الطياب في الفرن ونضيف لهم من بعد الكفتاء لحسب الرغبة يمكنكم تضيفوا صدر الدجاج أو صدر البيبي نجعلهم بهذه الطريقة لكي لا يبقوا القطع اللحم تكتلين نضيف دبال عطرية ضفت شوية الفلفل أسود أو البزار شوية زنجبيل أو السكنجبير يمكنكم تضيفوا الهريسة أو الحار الملح بطبيعة الحال ما ضفتوش من البداية شوية البابريكا أو التحمير يعني كتبقى العطرية على حسب الرغبة يمكنكم تستعملوا التواب اللي كتكون جاهزة فهذا الخلطة هادي كتكون خفيفة وبنينا الكفتاء ما كتكون فيها النسمة ديال البهارات أكثر وكنحاول ندخل هاد العطرية هادي في الكفيتة ديالنا باش تجينا من السمة وفنفس الوقت ما نخليها شطيب بزاف كيف قوتلكم من بعد كنت فعلها وكنضيف لمعد نوصف الأخير وكنحرقها باش تبرد لي باش ما تقطع ليش العجينة العجين كيف قوتلكم هو ضغرية كي يختمر ما شاء الله وكندوز باش نشكلوا يمكنكم تديروا خبيزات كبار يمكنكم تديروا خبيزات صغر او الا على حسب الرابع المهم كنستعنوا بالقليل من الزيت باش ما يلتسق العجين في فليد ديالنا أنا درتهم غير خبيزات صغيرة كيف كتشوفوا بهذا الحجم هذا وتبارك الله كبروا وفاضوا المهم كنستعنوا بشوية ديالتقيق كنقرسهم بهذا الطريقة هذي كيف كتشوفوا وفن نفس الوقت ما كنخليهم شي تشربوا واحد الكيميا كبيرة من الضقيق احنا بغيناهم يبقوا خفافين باش كي يحفظوا على ديال القوام وكيجيونا قوطنين كنخليهم من بعد على جنب وكناخد اول وحدة اللي قرست كنطلقها كنحاول نخليها شوية غليدة من الواسط كنحاول نرققهم وكنديروا الحشوة على حسب الرغبة أنا كنكترهم باش مكيجيش يعني العجين اكثر من الحشوة والحشوة كتبقى اختيارية كيف قلت لكم في البداية يمكن لكم هاد الحشوة نفسها تزيدها الزيتون او الفرماج او الجبن والخضر اللي بغيتوها كذلك كنجمع الاطراف بهذا الطريقة هذي كيف كتشوفوا كنحاول ما نخليش الحشوة بينها باش ما تخرش من العجين وكنلوي الجواني بذيك الطريقة وكنقرس بها الشكل هادا وكنحاول ديرها على شكل دائري ونخليها على جناب حتى كنكمل القرصات كاملين ديالي من بعد حطيتهم فوحد صينية فرشت ورق طبخ يعني احتياط باش ما يلسقوا ليش وخاصة يا ما كتلسقش دهنت بشوية ديال الزيت وقرستهم بهذا الطريقة هذي يمكن لكم تضغطوا عليهم اكثر او لا بهذا الشكل هادا ما بغيتو مش يجونيون فوخين بزاف ومن بعد كنتقبهم برؤوس الاصابع كيف ما شفتو اولا بهذا العود الخشابي باش منها كيعطينا المنظر وكتلسقنا الحشوة على العجين وما كينتافخش من بعد خضيت واحد البيضاء زيت عليها القليل من الحليب ودهنت الخبيزات ورشيتهم بزرع رعا كي يبقوا على حسب الاختيار واللي متوفر عندكم انا درت شوية ديالة سمسم او لازنجلان ابيض وشوية ديالة زنجلان اصمر وحبت البركة اللي كتجيرا بزاف هاد الفطائر هادو من بعد خنط الفران على 180 درجات تسخن مزيان عدد خبيزات ديالي الفران يطيبو من فوق ومن تحت لا يطيبو النار قويه باش يطيبو الناحة من الداخل هاد الكيمياء هادى اللي درت معاكم ديال العجين وديال الحشو وعطاتني واحد تسعود والعشو ديال الخبيزات مبقيتش عقلة وتبارك الله وخضرتهم صغير ورين نشوفوا كيف يشكيوني الحجم ديالهم وخفافين على الخطر واهم حاجة لدادين يمكنكم تناولوهم مع كز ديال اتاي او مع شربة كيفما درت انا كنا صايمين هاد نهار الله يتقبل وخاقة ما كنتش نوية باش نصور والله مني بديت فتحضر ديالهم قد ضروري ما نشارك مع المحبين ديالي ومتتبعين ديالي هاد الوصفة باش ما يتحرموش منها ولي كانت منتنا لاعجاب ديالكم وإلى عجباتكم شاركوها مع الأصدقاء والأحباب باش تهما يستفدوا منها وانا اكيد اغادي تعجبكم وما تنسوش تدعموني باللايك وبالتعاليق ديالكم ونقلكم تهلاولي فراتكم واحبابي الى فيديو قادم بإذن الله مع السلامة موسيقى